استعدادا للانطلاق مشاهدين الضيوفان الكرام فتحت البوابات على بركة الله لثالث أشواط هذه الأمسية شوطن الثالث على جائزة الأمير السعود بن ناصر بن السعود من فرحانة لسعود وقيمة الجائزة 85 ألف ريال على مسافة 1400 متر تبدأ الانطلاق من الداخل تمريرا ومن الخارج شاهد منيفة الخيل وأيضا مثل الورد في المرتبة الثالثة والسويس راتاتي في المرتبة الرابعة مع أيضا تولاي ونشوة عسير في المرتبة الخامسة والسادسة هل تواصل الصدارة تمريرا إلى المركز الأول لتصل إلى خط النهاية وهي في قمة العطاء ولكن مثل الورد قادمة مع عبدالله الفيروس في المرتبة الثالثة ما شاء الله تبارك الله وملكة جواد تاتي في المرتبة الثالثة من الداخل تنتظر فتح المسار مع كذلك أشاهد تفتخر تاتي في المرتبة الرابعة الأربعمائة متر الأخير اللحظات المنتظرة تنطلق مثل الورد من الخارج في المرتبة الثانية مع منيفة الخيل تاتي في المرتبة الأولى منيفة تاتي في المركز الأول في ظهورها الخامس تاتي منيفة بجوارها مثل الورد بمقاسمة على الصدارة مثل الورد قادمة ومنيفة الخيل بقوة إلى المركز الأول منيفة ولكن الدخول قادمة أيضا من سلك الحرير مثل الورد مثل الورد على خط النهاية ولكن منيفة الخيل هي الأقرب للانتصار ما شاء الله تبارك الله